أنا أحب أن أسأل هؤلاء العلمانيين عن نماذج من السلوكات التي أخذوها عن غيرهم ولم يبدعوها من أنفسهم يعني مثلا ما هي الأفكار الاعتقادية التي ينبغي للمسلمين أن يتخلوا عنها لأنهم أخذوها من غيرهم على حد تعبير العلمانيين ما هي المبادئ السلوكية التي ينبغي أن يبتعدوا عنها ويتحرروا منها لأنهم أخذوها من غيرهم وما هي الأمور التي اخترعوها هم ولم يأخذوها من غيرهم أقول لهذا العلماني يا أخي أرني شيئا ابتدعته واخترعته ولم تأخذه من سلف سابق من مجتمع نعم مجتمع لما سابق أو لا أو موجود أو موجود نعم وقل لي ما هو الشيء الذي أخذه المسلمون من غيرهم وكانهم بغي أن لا يأخذوه